يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا الأحد إلى جناف للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأكد الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح ومن المقرر أن يلقي شكري بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسان فضلا عن مشاركته في عدد من الفعاليات التي تتناول أهم الأزمات الإقليمية والدولية وتداعياتها على مناخ حقوق الإنسان العالمي وعلى رأسها تداعيات الحرب الجارية في غزة على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة